امرأة بيضاء تجلس بجانب رجل اسود في الطائرة وكانت متضايقة جدا من هذا الوضع لذلك استدعت الموضيفة وقالت لها من الواضح انك لا ترين الوضع الذي انا فيه لقد اجلستموني بجانب رجل اسود وانا لا اوافق ان اكون بجانب شخص مقرف يجب ان توفر لي مقعدا بديلا قالت لها الموضيفة وكانت عربية الجنسية اهدائي يا سيدتي كل المقاعد في هذه الرحلة ممتلئة تقريبا لكن دعيني ابحث عن مقعد فارغ غابت الموضيفة لعدة دقائق ثم عادت وقالت لها سيدتي كما قلت لك لم اجد مقعدا واحدا خاليا في كل الدرجة السياحية لذلك ابلغت الكابتن فاخبرني انه لا توجد ايضا اي مقاعد شاغرة في درجة رجال الاعمال لكن يوجد مقعد واحد خال في الدرجة الاولى الممتازة وقبل ان تقول السيدة اي شيء اكملت الموضيفة كلامها ليس من المعتاد في شركتنا ان نسمح لراكب من الدرجة السياحية ان يجلس في الدرجة الاولى الممتازة لكن وفقا لهذه الظروف الاستثنائية فان الكابتن يشعر انه من غير اللائق ان نرغم احدا ان يجلس بجانب شخص مقرف لهذا الحد لذلك التفتت الموضيفة نحو الرجل الاسود وقالت سيدي هل يمكنك ان تحمل حقيبتك اليدوية وتتبعني فهناك مقعد ينتظرك في الدرجة الاولى الممتازة في هذه اللحظة وقف الركاب المذهولين الذين كانوا يتابعون الموقف منذ البداية وصفقوا بحرارة للمضيفة لتأديبها الغير مباشر للسيدة البيضاء العنصورية والمتكبرة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة تشجيعا لنا للاستمرار بالمزيد